أهلا بكم إلى أنتوبو ناين الذكرى الثامنة لقصف المقاومات الفلسطينية تل أبيب وفرحة تحرير أسيراً أمضى في السجن 16 عاماً إضافة إلى المناوشات بين مناصري ترامب ومعارضيه ووفاة حكاء مصر سعيد الكفراوي كلها مواضية في حلقتنا لليوم تقدمها معي زميلة بيسان أبو حامد من الميادين نت أهلا بكي بيسان لأول مرة في أنتم أونلاين والجيات اكتار إن شاء الله سنبدأ بخبر سعيد من حاجز الجلمة في فلسطين المحتلة قرب جنين إطلاق أسير هو عنان الحشاش سنرى هذا الفيديو المؤثر جداً أحبس دموعكم مشاهدينا موسيقى 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 اشتركوا في القناة مؤثر جدا والكثير تفاعل مع هذا الفيديو أم العزة شاركت هذا المقطع وتمنت أن ينال جميع الأسرة مثل هذه الفرحة وقالت 16 عام من الفرق في سجون الاحتلال عنان الحشاش الحمد لله أقبال كل الأسرة وهذه الفرحة بلحظة الإفراج للأسف غابت أم عنان عن هذه الفرحة توفيت بعد خمس أعوام من سجنه وفرحة منقوصة بعدم لقائه والدته لكن طبعا لا شيء يعادل هذه الفرحة هذا ما كتبه سلطان الحربي من الكويت استقبال الأسير عنان الحشاش لما ترى هذه المشاهد يزداد يقينك بأن التطبيع خيانا كل مشهد يذكر بات الآن بأن فلسطين بالنسبة للشرفاء طبعا هي تبقى الأساس وهذه التطحيات لا تذهب هباءا في فلسطين أيضا ذكرى متناقضة بين حرب بدأت على غزة وبين ذكرى قصف تل أبيب صحيح ملاك اليوم هو يوم ذكرى اغتيال القائد القسامي أحمد الجعبري الكثيرون على موقع التواصل الاجتماعي لم ينسوا هذه المناسبة وقعدوا إحياءها لكن الملفت أن هذا العام التغريدات كانت لا تركز أكثر على مناقب الشهيد أو كيف استشهد بمناسبة هو استشهد بصاروخ استهدف سيارته بعد أن نجى من عدة محاولات اغتيال سابقة بل ركز الناشطون على تذكير الاحتلال برد المقاومة في ذلك اليوم وكيف قصفت المقاومة تل أبيب في هذه التغريدة تقول صاحبتها في مثل هذا اليوم مقابل ثمان سنوات قامت القناة الإسرائيلية الثانية بقطع بث البرامج وأذاعت خبر مقتضب مفاده نأسف لقد قصفت تل أبيب وذلك ردا على اغتيال القائد أحمد الجعبري نعم لقد قصفت غزة الأبيب بصواريخها في حين أن عواصم الدول العربية لم تجرؤ على هذا القصر غزة المحاصرة وغزة التي لازالت حتى اليوم محاصرة بعد 14 عاما على الحصار نتحدث عن 8 أعوام إلى الماضي الآن لا شك تطورت القدرة الصاروخية وأحمد الجعبري الشهيد الله يرحمه كان قائد أركان حماس كما يسميه العدو هو المسؤول عن تطور القدرة الصاروخية وفي حينها كانت أول مرة تطال صواريخ المقاومة تل أبيب ربما ردا للتذكير وفي محمود الشبراوي أيضا ذكر أن كتائب القصام قصفت تل الربيع المحتلة بصاروخ محلي هذا وضع صورة للبيان الذي نشرته كتائب القصام في حينه وعلق تعليق مؤثر جدا يوم من أيام الله عندما أضاء نور الصاروخ سماء شمال قطاع غزة وعندما أطرب صوت الصاروخ أذان الغزيين ربما يقصد أطربهم بشكل مباشر لكن صوت ذلك الصاروخ ومنظر تل أبيب فارغة من المستوطنين والمحتلين فعليا أطرب ذاكرتنا يطلب ذاكرتنا حتى الآن ملاك الحقيقة الذكريات لها زوايا مختلفة تعاطى معها الناشطون مثلا جهاد حلس جهاد حلس شارك قصة فيها الكثير من اللغة الرفيعة بالمناسبة وصف يوم زفافه الذي كان يفترض أن يكون بعد يومين من تاريخ اغتيال الشهيد الجعبري وروا بلغته وبسلسلة من التغريدات كيف أن تحول هذا اليوم إلى مأساة وكيف تم قصف المنزل الذي كان يعده ليكون منزل الزوجية وهنا من هذه السلسلة نقتبس جملتين قال حتى جهاز العروس التي ظلت سبعة أشهر تجمع فيه قطعة تم حرقه عن بكرة أبيه وقال أنه كان كعصفور صغير دمر صياد عشه فلا يدري أين يذهب ولا ماذا يفعل ولا ماذا يقول ندعو المشاهدين لمتابعة هذه السلسلة من التغريدات لأنها فعلا برغة رفيعة وتعطي منظولا آخر لكيف يكون الإنسان مقاوما ومناضلا وهذه فرحة ملاك لفتني أن في هذا التغريد أيضا أن ليس فقط اللغة رفيعة تستطيعين أن ترى كيف أن الأحداث في غزة دائما تتواكب مع الأحداث الشخصية دائما الذكريات الشخصية تتواكب مع الأحداث في غزة وأيضا في غزة نتحدث أيضا عن فرح عن عرس لكن هذا الموضوع الآن أن نتحدث عن عرس حصل يوم أمس تناقلت ناشطون صور منه لعروس فلبينية وعريس إيطالي قاموا بعقد زفافهم في غزة في إحدى كنائس غزة شاركت هذه الصور وقالت حبيتهم حبيتهم جدا كأنه فيلم أم رامي فقال العروس فلبينية والعريس إيطالي والكنيسة في غزة هذه الكنيسة هي واحدة من ثلاثة كنائس في غزة لا زالت موجودة حتى اليوم وهي بعضها له مكانة تاريخية هناك الكثير من الكنائس والأثار في غزة يعني غزة ليست فقط منذورة للحصار والمقاومة والدمار والقام وهذه دلائل على حب الحياة أهل غزة يستطيعون أن يشترحوا الفرح من كل لحظة وحتى ليس فقط أهل غزة ومن يزور غزة يتطبع بطبع أهلها مرهمين بالفعل في الوقت للأسف أن أحرار العالم يتمسكون بالقضية الفلسطينية تخلى عنها بعض العرب وأكثر المسلمين هذا كان موضوع تناوله الزملاء في أنتم أونلاين بالأمس عن صحيفة عقاذ السعودية نشرت مقالا يقول كاتبه أن المسجد الأقصى ليس في القدس المحتلة فكان الرد اليوم من مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية دكتور محمود الهباش رد في مقال تنقلته مجموعة من وسائل الإعلام الفلسطينية يقول فيها أن قيام مجموعة ممن أسماهم بعض المحسوبين على العرب والمسلمين بنشر مقالات وتصريحات تشكك في هوية وموقع المسجد الأقصى هي جزء من مخطط يهدف إلى صرف عقول وقلوب ملايين المسلمين عن المسجد الأقصى الوحيد الموجود في مدينة القدس عاصمة فلسطين لصالح روايات لا تخدم سوى أعداء الأمة للأسف نحن نشهد من جهة تمسكا حتى الدم بفلسطين ومن جهة أخرى تهافتا وموجة باتجاه التطبيع صحيح ملاك صحيح من فلسطين سننتقل إلى مصر خبر أحزن الكثير من المصريين وبالذات المشهد الثقافي المصري خسر اليوم واحدا من وجوهه المكرسة ولسيما في مجال القصة القصيرة ملاك للأسف غيب الموت يوم أمس الكاتب والقصصي المصري الشهير سعيد الكفراوي عن عمر 81 عام سعيد الكفراوي كان من أشهر القصصيين وظل وفيا للقصة القصيرة وأثر الأدب العربي الكثير من المشطاء ومن محبيه ومن الصحفيين نعوه وعلى رأس منع الكفراوي هو ولده ونجله عمر قال رحل والد العزيز للحق بأحبابه وأصدقائه ومحبيه كما أعطى حياته للكتابة أعطاها أيضا لعائلته محبة وعطف وكرم لم يحظى أحد بوالد ووالدة بجمال أبي وأمي في جنة الخلد يا أجمل الناس السلام أمانة لأمي يعني هذا السلام الذي حمل أمانة لسيدة أحلام الكفراوي هي سبقت زوجها بثلاث سنوات ومد ذلك الوقت تتراجع صحة سعيد الكفراوي حتى خسرناه بالأمس المشهد الثقافي المصري والعربي عموما نعى هذا الرجل الذي يعتبر ناسك القصة القصيرة كما ذكرتي مثلا محمد هاشم ناشر دار ميرت وهي دار مشهورة ومعروفة في مصر والعالم العربي سعيد الكفراوي خبر سود ما أسوأ هذا الخبر المؤلم وما أعظم الفجاعة لننسى حنوك الغامر ومحبتك الطاغية للناس والكتابة من القلب وسط البلد الآن يا عم سعيد وداعا أيها الكبير كاتبا وإنسانا وعلى فيسبوك أيضا نعاهم صديقه الكاتب المصري زين العابدين فؤاد سعيد الكفراوي غير سكنه وسكن في قلبنا وفي حكايات الوطن والزمن والأصحاب طلع السماء لأنه عنده مواعيد كثيرة وحكايات ما كملهاش وكان هناك تشديد على مناقبه الشخصية وشخصيته اللطيفة والودودة والمحببة ملاك هذا أيضا ما فعله وسين أهرش ركز على مناقب الفقيد وقال كلهم ينادونه العم سعيد وكنت أناديه أخويا وكان ذلك يسعده لقد كان سعيد الكفراوي رجلا بسيطا شعبيا وكريما مثله مثل المرحوم أحلام زوجته وواحدا من أكثر القاصين العرب وفاءا للقصة القصيرة لروحك الرحمة والسلام يا صديق العزيز أما أحمد ناجي فقال في تغريدة له من بين كتاباته النسرية المتعددة فأستاذنا سعاد الكفراوي أجمل من كتب الرثاء مقالاته ونصوصه التي كتبها في وضع أحبابه من كتاب ومثقفين وفنانين وبشر عاديين أدب رفيع ما حدش عمل زيه يمكن علشان كده الواحد مش عارف يكتب عنه فعلا يعني البعض حين يرحل يترك فراغا لا يملأه إلا هو بكلمته وهذا ما عبر عنه الكاتب المصري الشاب نسبيا أحمد ناجي وهو ممن تتلمذ على أياد الكتاب المخضرمين في مصر من أمثال سعيد الكفراوي القصة القصيرة العربية فقدت ناسكها وحكاءها كما وصفه كثيرون ممن نعوه من هذا الخبر إلى اليمن ولكن الخبر من اليمن ليس فيه نبض آخر يشبه اليمن أكثر الذي تربينا على اسمه باليمن السعيد يعني منذ حوالي ست سنوات نرى من اليمن صور القصف والدمار والأوبئة ولكن قرر بعض الشبان من اليمن أن يقدموا صورة مختلفة عبر إعادة إنتاج أغنية هابي أو سعيد للفنان الأمريكي فارل ويليمز وهي أغنية انطلقت عام 2013 السفارة الصينية في اليمن نشرت هذا الفيديو وقالت نعتقد أن الشعب اليمن يتمتع بموهبة الإبداع الأدبي والفني ويستحق اليمن لقب دورة الحضرية تعالوا نرى موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا تابعونا بعض الفاصل مشاهدين اهلا بكم مشاهدين مجددا الى انتم اونلاين بسان سننتقل الى الاردن هناك ترند عن الغاء الحظر الشامل والجزئي مضبوط ملاك في قائمة الترند الاردنية يوجد هاشتاك الغاء الحظر الشامل والجزئي وهو الهاشتاك الذي يتفعل عليه الاردنيون حول قضية فرض الحظر لاحتواء جائحة كورونا في البلاد وكان الاردن قبل ايام قد اعلن اعادة فرض الحظر في محاولة لاحتواء جائحة ملاكي الالقام في الاردن عالية جدا يوم امس فقط هناك 86 وفاة واكثر من 4700 اصابة في يوم واحد في بلد صغير كالاردن هو رقم كبير جدا لكن الناشطون والاردنيون يعني ناقشوا الموضوع من زوايا متعددة فهناك من تحدث عن الموضوع من ناحية اقتصادية ان البلاد لا تحتمل مثل هذا الاغلاق وقال هذا الحساب احنا بلد ما يتحمل حظر نصف شعب عايش مياومي اذا ما اشتغل ما في اكل لو بلدنا قادر يتحمل مسؤوليتنا من اكل وشرب ودفع ايجار يومي ومي وكهرباء والتزامات عبئ على المواطن اهلا وسهلا بالحظر سدق الفيروس بده يمرأ على الجميع سواء في حظر ولا ما في تغريدة تانية تغريدة اخرى تحدثت انه يجب التأقلم مع الظروف الحالية حياة الناس مش لعباء او ليست لعبة رجاء الالتزام باجراءات السلامة الوقائية الموصة بها من وزارة الصحة ثمت من كتب انا معا الحظر الشامل لكن بشرط فتح المدارس والجامعات يعني كل شيء ما عدا المدارس والجامعات ومحمد كتب تغليذ العقوبات على التباعد وتجمعات والكمامة والغو الحظر يعني الهم الاقتصادي ليس هما قليلا بسان مررنا بعام فيه الكثير من الإغلاقات واثر هذا الأمر على الناس في كل مكان حول العالم في تغريدة لزياد يقول عمي القصة طويلة ارزاق الناس انقطعتوا الحذر مشحل لازم تفتح كل القطاعات مع الالتزامات الصحية وغير هيك تعب على الفاضي وصعب الشعب اكتئاب يعني للأسف هذا الوضع في الأردن بسبب فيروس كورونا ليس محصورا هناك هو وضع ينسحب على كل العالم وبالذات على أمريكا التي لازالت تتصدر الولدان التي فيها إصابات عالية بفيروس كورونا ولكن أيضا هناك مشاكل من نوع آخر مثلا في الولايات المتحدة وزير الدفاع الجديد بالوكالة هو آخر وزير يعينه دونالد ترامب كريستوفر ميلر قرر أنه يجب انهاء كل الحروب يعني يستغرب المارك كأنه بلد سويسرا وزيرها يتحدث يقول أنه سنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان المعركة لم تنتهي هناك ولكن يجب انهاء الحرب وذلك في إشارة إلى قرب يعني عودة الجنود الأمريكيين من أكثر من منطقة في العالم ولكن في الوقت نفسه بسان هناك يعني سيناريوهات يتم الحديث عنها كثيرا عما يمكن أن تفعله إدارة ترامب في الساعات الأخيرة إذا جاز التعبير في المنطقة حديدا كما تفضلت هناك الكثير من التحليلات التساؤلات الأقويل ماذا سيفعل ترامب في الستون يوم المتبقين من من ولايته قبل أن تسلم بايدن بشكل رسمي مكانه في البيت الأبيض في يناير كانون الثاني المقبل هناك من يتوقع ويتساءل إن كان ترامب سيقوم بمغامرة عسكرية في منطقتنا وهنا يأتي الجواب من مادة تحليل لشر أبي نادر منشورة على موقع الميادين نت تحدث فيها وفند هذه النواحي وهذه الجوانب وإن كان ممكن لترامب أن يقوم بمثل هذه المغامرة أم لا وما الذي يمنعه وما الذي قد يدفعه إلى ذلك تفاعل المغردون بضغبية الحال مع هذه المادة على صفحة صفحة الميادين على تويتر فمثلا هنا في معرض أحد الردود يقول أحد الأشخاص أن ترامب يتأرجح يمينا وشمالا بدون أن يصل إلى نتيجة مجدية فقط يقطع الوقت إلى حين موعد تسليم مفاتيح البيت الأبيض وأكواد قنابله لخلفه وتصريح الجنرال مارك ماير رئيس أركان الجيش الأمريكي خير دليل على ذلك حيث قال نحن ولاءنا للدستور لنخدم طاغية أو زعيم وفي رد آخر يقول أن تجرع على ذلك ستنصف تل أبيب من الخريطة قبل سفنه العالقة في البحار يعني الأيام المقبلة ستحمل لنا الكثير من المفاجآت مثل مفاجآت أن ترامب اعترف بفوز جو بايدن بالانتخابات في تغريدة قبل قليل يعني ترامب هو رائد دبلوماسيات بيتر إداجه يعني أعترف ولكن سبب الاعتراف أن النظام الانتخابي مزور وفاسد ولولا ذلك يعني أصر أن يضع بين قوسين مثلا أنه هو فاز في تكسس بالكثير يعني يمكننا تخيل ترامب يقول which I won by a lot يعني مصمم أنه فاز في تكسس بالكثير وهو يستند إلى أن يكون هناك مراقبون ولم يكون هناك يعني من يتابع العد الأصوات أمريكا ترسل مراقبين دوليين إلى كل العالم لمتابعة الانتخابات وتحتاج من يراقب انتخاباتها يعني يقول رئيسها أن الانتخابات مزورة بالمقابل يعني قبل أن يكتب ترامب هذه التغريدة كانت المجموعة من الولايات وبالذات واشنطن قد شهدت مظاهرات مليونية منها التي نظمها الجمهوريون دعما لترامب ومنها التي نظمها معارضو ترامب من ديمقراطيين وغيرهم من الحركات المعارضة ولكن تحولت هذه التظاهرات في أم الديمقراطيات إلى اشتباكات سنشاهد خلال هذا الحديث مثلا هذا الشخص من مؤيدي ترامب هجم على معارض بدون يعني هجم عليه من الخلف بسان وقد غردت هذه الفيديوهات بشكل كبير هنا مثلا يقول أحدهم أن هذا هو الفيديو الكامل اثنان من مؤيدي ترامب هجموا شخصا يطلق الهتفات عبر سماعة الصوت وضربوه وأذوه وكان هناك ملاحظا أن هناك حالة من العداء الكبير التي جاهر بها المتظاهرون المؤيدون ترامب ضد وسائل الإعلام يعني ترامب دأب على تبخيص دور وسائل الإعلام واعتبارها وسائل الإعلام كاذبة منذ وصوله ما قبل وصوله حتى إلى البيت الأبيض واعتبر أنهم يعادونه وأشارت هذه التغريدات إلى أن هذه الحالة كانت تواجدة بكثرة في شوارع واشنطن ملاك في استكمال لما كنت تتحدثين عنه هناك الكثير من التغريدات حول هذا الأمر محمد الجزائري غرد قال في تغريدة أن المظاهرات سلمية نسبيا في واشنطن من متوترة إلى عنيفة وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات بقبضات الأيدي ومقذوفات وهروات مع اشتباك مؤيدي ترامب المطالبين بأن يأخذوا قبعاتهم من الميجا ولفيتاتهم وأن يغادروا وفي تغريدة أخرى تقول اشتباكات بين أنصار ترامب وبيدن وسط مصيرة مليونية بالعاصمة واشنطن الشتاء الأمريكي سيكون قارسا يبدو ذلك بسان ولكن الأمريكيون ودعون ترامب على طريقتهم هناك فيديو انتشر كثيرا في الساعة الأخيرة يقول أن لتحب الآخرين عليك أولا أن تبدأ بحب نفسك ويستغرب أن ترامب أكثر من يحب نفسه ولكنه لا يجيد حب الآخرين سنة لأحذر الفيديو من المه previous لي´بأهم أمين متاعب كأشق اذهب إلى العخل Stars رجع رسو للبد من 20 المترجم للقناة يعني بسان لا أحد أفضل من ترامب ترك ذكريات غريبة لدى الأمريكيين ولدى العالم يعني أربع سنوات لم تنتهي بعد لازلنا حتى اللحظة الأخيرة نتابع ما قد يقوله هذا الرجل الذي يبحث عن الأضواء منذ كان مجرد واحد من رجال العمال النجحين ولكن أصبح الآن رئيس البلايات المتحدة من البلايات المتحدة إلى منطقة ساخنة في العالم الصراع على منطقة نغورنو كرباخ بين أرمينيا وأذربيجان انتهى هذا الصراع العسكري باتفاق وقعه البلدان برعاية روسية وبإشراف عدد من دول العالم وهو ينص على انسحاب متبادل من مناطق معينة يعني مناطق تقول أذربيجان أنها هي أذربيجانية احتلها الأرمن وبالعكس مناطق على أذربيجان تسليبها لأرمينيا ولكن هناك الجانب الإنساني الذي لا يلحظ في مؤتمرات إنهاء الحروب أو في الغرف المغلقة التي تبدأ الحروب المزغوط ملك يمر بربعا فقط عن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البراجة يعني ربعا من الجيد أن لدينا مواقع التواصل الاجتماعي لنعرف أن الحروب لنتأكد مجددا أن الحروب لها ثمن يدفعه الأبرياء والأبرياء وحدهم من دمهم ومن ذكرياتهم ومن حياتهم مثلا في هذه التغريدة نرى أن أرمن كرباخ يضطرون لمغادرة منازلهم ووطنهم التاريخي من الصعب دائما أن تقول وداعا وخاصة عندما تقول وداعا لمنزلك الذي بنيته بنفسك ونرى هذه التغريدة أحد المقاتلين يقبل جدران منزله في منطقة خلبجار التي يفترض كان لحسب اتفاق إنهاء النزاع المسلح بأرمينيا تسليمه لأذربيجان أيضا هناك فيديو هناك تغريدة أخرى شارك على هذا الحساب قال الأرمن يصليون صلاتهم الأخيرة في كنيسة من العصور الوسطى الحقيقة ملاك على المنقلب الآخر هناك وجهة نظر الأذربيجانية الأذربيجانية يعني رغم موقف إطلاق النار لكن لا يزال على ما يبدو الوضع ساخن ومتوتر بين الشعبين على الأقل مثلا هنا الأذربيجانيين يتهمون كما تحدثنا الأرمن يتهمون الأذربيجانيين بأنهم طردوهم من موطنهم التاريخي وأيضا من المنقلب الآخر الأذربيجانيون يتهمون الأرمن بأنهم يقومون بتدمير بعض المناطق قبل خروجهم منها نهائيا وهنا نتحدث عن منطقة كالبجار بثاني كما قلنا للحرف ثمن يدفعه الأبرياء دائما وهذا ما لا يلحظه السياسيون وعند هذه النقطة سنختم حلقتنا لليوم على أمل أن تنتهي كل الحروب ولكن نذكر مشاهدينا على مواقعنا طبعا سبحث عن مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستجرام وأيضا موقعنا المايدين دوت نت شكرا جزيلا لك بسان وشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة